صباح الخير وليوم رح نحكي عن موضوع جديد نسبياً بموضوع التغذية رح نحكي عن تداخل العناصر الغذائية دائماً نحكي عن كل عنصر كل مادة لحالها ولكن هالمرة رح نحكي شو ممكن العناصر الغذائية بشكل عام تتأثر أو كيف تتأثر على بعض معنا ربا مشارباش أخصائية التغذية صباح الخير صح خير دانا كيفك أنت؟ طبعاً موضوعك جديد اليوم ربا حتى ممكن معرفنا كيف بالضبط نوصف هذا العربي نحنا منسميه بالتغذية نوتريينت نوتريينت انتراكشن كيف يصير في عنا مرات هذا كثير بيصير بالحالات هاي بتصير لما الناس بيأخذوا مكملات بكميات كثير كبيرة عادة إذا الشخص بيأخذ غذاء متوازن ما ممكن نكون عنا هاي المشاكل لأن المشكلة إنه لما نأخذ احنا كميات كبيرة من فيتامين أو معدن معين ممكن استهلاكه بكميات كبيرة يأثر على امتصاص معدن تاني فعشان هيك في كتير أشياء بتصير انتراكشنز موجودة بالجسم يعني نحكي عن أهم أشياء موجودة وكمان عشان نبه الناس لاستخدام المكملات هلا بداية السؤال اللي شوي بسيط ولكن نفس الوقت معاقاد المكمل الغذائي هل هو ضروري لازم ناخله هلا هو ضروري لبعض الحالات أول ضروري مثلا أول ضرورة للأشخاص اللي عندهم نقص يعني واحد اكتشف عنده نقص حاد مثلا بالحديد أو نقص حاد في الزنك طبعا مع استشارة طبيب كتير مهم انه ياخد مكمل غذائي إذا كان الأكل ما بقدر يعوض فيه أشخاص تانين مثلا الفيجتيريين أو النباتيين خاصة الأشخاص من النباتيين اللي هم نسميهم فيغانز اللي هم ما بياخدوا لا حليب ولا بيض ولا أي شي من هدول هدول أصعب يعني ممكن نعطيهم مكملات أهمها البيتولف الزنك الحديد بس برضه كمان باستشارة طبية لأنه بدهم يعرفوا قديل كمية يعني كتير ناس ما بعرفوا إنه لما يروحوا يشتموا الصيدرية كما بدهم ومعرفوا فيه كميات يعني مثلا فيتامين سي فيه مثلا ألفي ألفين على حسب أو مثلا بيكون مكتوب دائما عن مكملات استخدمها مرتين في اليوم أو ثلاثة هلا مرات هاي بتأثر خاصة إذا الشخص مريض وعنده أدوية بياخدها ممكن تأثر كمان هلا إحنا مستحيل نأكل كل شي يعني فيه ناس بيحكوا لازم لكل حدا مكمل غذائي لأنه مستحيل يكون غذائنا كمانا هلا إذا انت غذائك متوازن وما في أي مشاكل مثلا بقرحة المعندي أو بالقلون أو في الأمعاء عادة النظام الغذائي بيعطي كل احتياجاتك بس إحنا في كتير أشخاص مثلا ما بيأكل خضار فواكه في منهم تلاقيهم ما بيحبوا يأكلوا لحوم في منهم ما بيأكلوا أسماك فمرات على فترة طويلة ممكن يأثر كتير على الجسم أوكي تمام هلا معناتنا نحكي أكتر إيش يعني تداخل عناصر غذائية يعني كيف ممكن إيش يأثر على إيش يعني كل بالنهاية يأكله فيه جهاز هضمي بيهضم فكيف ممكن يأثره عبار هلا في كتير أمثلة فيه أشياء إيجابية يعني هذا إنتر أكشن بيكون جيد وفيه أشياء سلبية يعني إذا منعطي مثال على الإشي الإيجابي وكتير حكيناها بحلقات سابقة إذا ما نحكي سبانة خملوخية فيها حديد ونحكي عن اللمون أو فيتامين سي فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد من العناصر النباتية يعني من الأغذية النباتية فهذا مثال كتير موجود وبيدل على إنتر أكشن مفيد يعني لما نحط المون على الأشياء الخضرة بالضبط على قائل مصدر النباتية خاصة للنباتيين هذا بزيد من إمتصاص الحديد لما نحكي عن إنتر أكشن مفيد لما نحكي فيتامين دي وكالشيوم حتى كثير من المكملات بتلاقي مثلا نعيار 500 ميلي جرام من الكالشيوم بحطوا كمان شوية فيتامين دي لأنه نقص فيتامين دي رح يأثر على الكالشيوم لأنه هو ضروري لإمتصاص الكالشيوم فلما نأخذ فيتامين دي وكالشيوم بساعد على إمتصاص الكالشيوم لنأخذ نحن فيتامين Z. هلاء هذول انتر اكشن او هذا التفاعل انه جيد. يساعد على الامتصاص. دي مع اي قلتيني. دي مع فيتامين مع الكالسيوم. دي مع كالسيوم. وكالسيوم. وكالسيوم مع الحديد. اوكي. هذول بساعد على الامتصاص وهذا مفيد. هلاء في انتر اكشن غير مفيد. مثلا لما الاشخاص اللي ما بياخدوا نباتيين. وبياخدوا بقليات. بقليات كتير مفيدة. وفيها نسبة من الحديد من الزينك من الكالسيوم. ولكن الامتصاص ما بكون زينا ما يشربوا كاسة حليب. لانه البقليات فيها مادة بنسميها الفايتيتس. والخضروات الورقية برضو فيها الاوكزاليت. بتقلل من امتصاص الحديد مثلا والكالسيوم والزينك. فهذا غير مفيد. نعطي مثال تاني مثلا عندنا الشاي. لانه في مادة التانين. بتقلل من امتصاص الحديد. دائما منحكي انه احنا نحاول. خاصة للناس اللي عندهم فقر دام. ما ياخدوا الحديد الكاست الشاي مباشرة بعد الوجبة. يكون في عنا وقت. هذا انتراكشن غير مفيد. في كمان مثلا المعدن الزينك مع القبر. القبر يمكن مش كتير مسمع فيه. هو من المعادن اللي بيحتاجها الجسم بكميات بسيطة. مهم كتير للانسجة. مهم لانتاج الطاقة. وين موجود؟ موجود في الاغذية تقريبا كلها يعني. مقليات في موجود باللحوم وغيرها. بس هلالا الزينك. مشكلته اذا مثلا في كتير ناس بطلع عندهم نقص في الزينك. او بقولوا مثلا انا بدي اخد زينك عشان الشعر. اذا عم بياخدوا الزينك بكميات كتير كبيرة. او المكمل خلصوا العلبة واشتروا زي ما بدهم من غير استشارة الطبيب. ممكن يؤثر على امتصاص الكبر. وبالتالي يؤثر على الجسم. اوك. فهذا كيف يعني عدة امثل وفيه هلا كمان نحكي عن امثل كتير مهم. اوك. هلا المشروبات ممكن تأثر برضو على الاغذية. يعني منعرف مثلا الشاي بيكسر الحديد. عشان تاني. اوك. اوك. تاني. في عنا المشروبات الغازية. الغازية. في عنا الكافيين. الكميات الكبيرة من الكافيين ممكن تأثر على الكالسيوم. في اشي بسنا بدي احكي عن الحليب. الاشخاص اللي بياخدوا زي الحوامل مثلا. بياخدوا باخر ثلاث اشهر بياخدوا مكملات من الحديد. الحديد احسن امتصاص اليو على معدة فارغة. ولكن عادة بيعمل بعض الناس مشاكل. وجع بطن مساك وكذا منقولهم اوك مع وجبة خفيفة. ولكن هاي الوجبة ما لازم يكون فيها حليب او كالسيوم عالي. لما اخد حديد ما يكون في حليب. ما يكون في حليب ما يكون فيه لبان ما يكون فيه كالسيوم عالي. ما ياخدوا كمان مضادات الحمودة. مضادات الحمودة هالذول اللي بياخدوها الادوية عشان بخفف من الحمودة فيها كالسيوم. فهذا رح يقثر على امتصاص الحديد. فهيا بعض الامثلة على المشروبات. خلوه. اللي ممكن تؤثر على امتصاص بعض المعادل. حلو. موجود بالملح وبين البوتاسيوم كميات كبيرة من الأملاح الموجودة أنا حطيت كمثال الأغذية في المخللات الزيتون وغيرها أي الأغذية العالية جداً بالملح أو عندما نضيف الملح أكلنا يكون كتير مالح يأثر سلبياً بشغلتين يقلل من البوتاسيوم والبوتاسيوم مهم جداً خاصة للأشخاص الذين عندهم ارتفاع ضغط دم نحن بالعكس نقول لهم كتروا خضرة وفواكه كتروا المصادر اللي فيها بوتاسيوم عشان يساعد إنه نعمل تنظيم لنسبة يعني لضغط الدم ما يكون فيه ارتفاع فبالتالي إذا هم عم بيستهلكوا كميات كبيرة من الأملاح اللي بتيجي على إنها مضافة على الأكل أو الأغذية المالحة أو البسكوت المالح رح يأثر وإشي تاني الملح بكميات كبيرة أو الصوديوم بكميات كتير كبيرة رح يأثر على الكالسيوم ما يكتر بأثر على امتصاص الكالسيوم خاصة للسيدات اللي صار في سن الأمال ممكن احتمالية يكون عندها هشاشة عظام عظامها في عندها مشكلة بدأت تنتبه لها كمية الملح إشي تاني بأثر على الكالسيوم غير الملح البروتين يعني اللي بناخد بروتينات بكميات كتير كبيرة أو النظام الغذائي الرجيم أنواع الرجيم العالية جداً بالبروتين ممكن تأثر على امتصاص الكالسيوم وبالتالي الأعظام رح تتأثر إذن الكالسيوم تأثر كتير على فكرة الأشياء البروتين وبالملح وإش حكينا أول شيء؟ البروتين بالملح لأو حكينا على الكالسيوم على علاقته بالحديد إنه إحنا لما يكون ناخد مكملات من الحديد أو حبوب حديد يفضل الوجبة ما يكون فيها كالسيوم وما يكون فيها لبن بشكل كبير أو يعني أو مضادات الحموضة اللي أنها بتحتوي على الكالسيوم طيب بأي مرحلة أنا بعرف أني بحتاج مكمل غذائي أو إنه هذا مكمل غذائي عم بعمل لي مشاكل ما بيناسبني أو لازم أوقفهم أو ما بحتاجهم ممكن دائما طبعا إحنا قلنا الاستشارة الطبية كثير مهمة بس في أشخاص بدهم يعني مثلا سيدات الحوامل بدهم بأول ثلاث أشهر اللي هو الفوليك أسد كثير مهم لنمو النخاع الشوكي والعصبي عند الأشخاص عند الجنين تطوره فعادة بينعطاء أكتر حد له تقريبا ينصح خمسة ميلي جرام أكتر إشي من الفوليك أسد بأول ثلاث أشهر هلا بدأنا نبح كمان لشغلة إنه إذا الطبيب قالها توقف خلاص عنده تم يعطيه ثلاث أشهر وبجرعة معينة ما بيصير تكمل الحامل زي ما بدها لأنه كميات كبيرة من الفوليك أسد أكتر من خمسة ميلي جرام أو إذا ضلت تستخدم بدون استشارة الطبيب ممكن يسوينا نقص بالبيتولف وهو معدى من الفيتامينات مدقصفة اللي كتير مهمة للجسم طبعا فكيف عنا في عنا الحديد كمان بثلاث أشهر من الحمل بس برضو بنا نتبع الإرشادات اللي حكيناها ونأخد الجرعة وما بسي نأخد حديد زي ما عنا نقص يعني دايما بعد فحص تبدي هناك موضوع مهم وهو فيتامين سي أو فيتامين سي إنه موضوع مثلا إذا بتعب بأخده إذا بدأ رشح بأخده إذا حاسي ما عندي طاقة بأخده فتبري هذا الموضوع عادي ما بيأثر؟ لا بأثر فيتامين سي مهم جدا مهم للمسألة المدخنين إحنا بنحكي حتياجاتهم من فيتامين سي أكتر الحد الأعلى هي مثلا بيجي نعرفه كلنا بدايما بفكره حتى بقولك أنا حسيت بتحسن بعد ما أخد فيتامين سي دايما نفسي هلا الفيتامين سي يأتي زي هذا الحبوب بالماء هلا أكتر حد اللي هو يمسموح فيه إحنا دايما بالتغزية بنسميه الأبرلمت فيه حد أعلى من الفيتامينات أكتر حد اللي هو ألفين ميلي جرام إذا مناخد كتير من فيتامين سي منخاف من حصوات الكلا ومنخاف إنها ترتفع بالجسم وتأثر على يعني الوظائف اللي بالجسم فإحنا لا ينصح إنه ناخد بكميات كتير كبيرة وحتى على موضوع إنه بنشط أو بحمي بالشتاء ديرساتي بتحكي إنه بساعد فيتامين سي إذا كان من مصادر غذائية طبيعية أها ولكن والاستفادة ما بتكون كتير يعني كلها غلط هلا إلو داعي ليش نعمل إلو داعي طبي يعني أنا مرة كنت كان نهار طويل ففي شخص بحثي لي خدي فيتامين سي ما مش كتير دخلة مخي صراحة فطلع معي حقيق لا بس هلاء بقية ههل مكملات لداعي طبي ونكم ينخل أشخاص بحاجة لفيتامين سي أما إنه يعطينا طاقة كذا لا ما فيهل ايش بثبت لا بدنا نشوف شو الفحص ايش في الوحد يتابع؟ شو نظام الغذائي؟ هل عندك مشكلة؟ هل عملتك فحصات تبين؟ أو عادة مع طبيعي趣 مسموح مثلاً ناخده بأنه يحمل التلوانزة أو الرشح؟ هو دائماً من مصادر الأغذية أكتر. هلا ممكن اللي هي ملتي فيتامين. يعني عصير بردقان أحسن لنا مثلاً. عصير بردقان أو حبة فليفلي مثلاً. أوكي حلو. في أشياء تاني بتأثر مثلاً معادن، فيتاميات بتأثر على بعض بطريقة غلطة؟ هلا إحنا تقريباً غطينا كلهم حكينا على الفوليك أسد. الزنك مثلاً بكميات كتير كبيرة مثلاً إذا بناخده كتير ممكن يأثر على الحديد وعلى السلينيوم. فهي نصيحة الأولى اللي أنا حابة أوصلها اليوم. إنه دائماً الفيتامينز والمكملات والمعادن ناخدها باستشارة طبية. نشوف شو النقص ونتبع الجرعة المطلوبة. طيب في سؤال الخبازة فيها حديد مبارحك الخبازة. كمان على موسم الحبازة فيها حديد. أوكي ممتاز. إذا الليمون بيكسر ولا لا؟ نحن بالعكس حكينا إنه بيكمل هو. نعم مفيد للحديد. فيه شغلة ربعاً ما بيبعثونهم موضوع مختلف عن موضوع الرجيم اللي له علاقة بنوع الدم. ممكن نخصص حلقة عن الموضوع. إحنا حكينا قبل ولكن طلع فترة ولكن ما في إثبات علمي إنه مفيد. ولكن ممكن نخصصها بحلقة عن أنواع الرجيم وأثرها على الصحة. إذا سنتحكي لك هل يصح تناول حبة الحديد الكالسيوم الأوميغا 3؟ وإيش هي الفيتامينات الضرورية للحعب؟ كالسيوم الحديد مش مع بعض. مش مع بعض. ما بدي يكون مع بعض. كالسيوم وحديد ممنوع مع بعض. لا لا ينصح مع بعض. لا ما إحنا حكينا إنه إذا الكالسيوم بيأثر على امتصاص الحديد. فيفضل إذا عندك إنت تاختي كالسيوم وحديد طبعاً كمان الطبيب بيعطيها الإرشادات والصيدلاني. ولكن يفضل مش مع بعض. هلا فيه كمان كتير أدوية بتأثر على المعادن. نستمع الموضوع الأدوية؟ المميعات. الناس اللي بيأخذوا مميعات. بدين ينتبهوا إنه ما يأخذوا أغذية فيها فيتامين كي عالي. موجودة بالخضروات الورقية زي السبانيخ وغيرها. إذا بدك برس نكمل أسئلة. هل تسألك عن فيتامينات للمرضع؟ ما أهم شي تركز عليه؟ عادةً ينعطى للمرضع ملتي فيتامين. وهو مكمل فيه عدد فيتامين. وينعطى باستشار الطبيب إذا كان غذائها فقير مثلاً ببعض العناصر الغذائية. هل تسألوك أحسن نوع زيت للطبخ؟ فيه الكانولا عم نسمع عنه؟ فيه زيت كانولا. فيه زيت زيتون ملازمين حرق. هذا كتير مهمين. نضاف مثلاً بسرعة. زيت الدراء كلما نستطيع استخدامهم ولكن لا نصل إلى درجة الاحتراق. الشاي الأخضر يكسر الحديد؟ لأنه قلنا عن التانينز. لأنه لا يكسر. يقلل من الامتصاص. يعني الشاي الأخضر عادي؟ لا. الشاي الأخضر نفس الشيء. برضو يكسر. تانينز هنا. فيه كمان أنا أخدت 24 إبرة من البيتوال ورجعت تعبت. فممكن الغذاء يعودني؟ ممكن طبعاً تأخذ من الغذاء تركز على اللحوم. اللحوم الحمرة فيها بيتوال. ولكن مرات مثلاً فيكتين يكون عندهم نقص الفيتامين دي. وما بيعودوا بال يعني مثلاً بيخلص المكملات. وما بترتفع كتير النسبة. بيرجع يعمل فحص ثاني. أوكي. مع طبيب ويشوف إذا بده مكمل آخر. في منهوازن بتتمنى أن نحكي عن موضوع احتباس السوائل. نحكي عنه. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة